طيب قبل ما اطلع لفاصل عايز اروح لنقطة مهمة جدا لا علاقة بطاقم تحكيم مباراة القن والحمد لله والفضل لله انا مش هطلع اقول احنا سبقنا وانفرضنا ولكن كان دايما عندنا رؤية لما يدار داخل ملف التحكيم من خلال لجنة الحكام وفي الوقت اللي الكل كان بيقول ان امين عمر ومحمد معروف مرشحين بنسبة كبيرة ومن بعيد محمود البنة الوحيد اللي طلع اتكلم قبل بس ما رحل للحارة التحكمية جماعة قلت ان محمود البنة هو الاقرب لاضارة هذه المباراة نظرة لعلاقة محمود البنة القوية بلجنة الحكام ويمكن البعض بعدها لما ربط ان بعض الزملاء الاعلاميين قالوا ان محمود البنة هو الايدير المباراة الناس افتقرت ان هما بيعرفوا المعلومة تبقى للانتماءات الناس مش عارفة او الاعلامي اللي مش عارف ان الصحفي او الاعلامي اللي بيحاول يوصل لمعلومة بيوصل لمعلومة من خلال مصادر بس من خلال مصادر بيعرفها ازاي مين الحكم الاقرب من اللجنة مين الحكم اللي مش قريب من اللجنة فبالتالي مش هيدير المباراة فبالتالي محمود البنة مش محسوب على نادي محمود البنة محسوب على لجنة الحكام لجنة الحكام الحالية برئاس التوفيق السيد هي اكتر لجنة بتدي مباريات لمحمود البنة بالخلاف عن اللجان السابقة يعني لو قارننا ده باللجان السابقة على اللقاء اللجانة سابقاً فيها يعني توازنات شوية لكن اللجنة الحالية سيقتها أكتر في محمود البنة فبنان عليه إحنا كانت رؤيتنا إن محمود البنة هو الأقرب لإدارة المباراة وبالفعل ده اللي حصل قدوا المباراة لمحمود البنة نفس الأمر لما اتكلمنا على تقنية الفي ار وقلنا إن تقنية الفيديو احتمال بنسبة كبيرة يكون فيها مثلاً محمد عادل وبعد كده اتقال أحمد الغندور بس إحنا هنا قلنا إن محمد الحنفي مقرب جداً من الكابتن توفيه السيد وممكن يكون ليه دور في المباراة وفعلاً بعد إعلان أسماء أطكم أو طاقم تحكيم المباراة في اليوم التالي تم إضافة محمد الحنفي دون إعلان رسمي حتى من اتحاد القرى فإحنا هنا الحمد لله عارفين اللجنة دي بتفكر إزاي بتشتغل إزاي واختياراتها بنسبة كبيرة ما بتبقاش اختيارات فنية بقدر ما هيليها علاقة بفكرة الحكم ده قريب مني ثقة فيه أكبر فتدينه المباراة لكن لا هيسى لها علاقة بالمعايير الفنية كلامنا كان اتقال قبل المباراة وجن جي معاد المباراة والتعيين وشفنا اللي حصل بشكل رسمي والحمد لله كان دايماً وجهت نظرنا صح طيب المباراة بقى على المستوى الفني هل طاقم التحكيم نجح بالمباراة؟ المباراة ما كانش محتاجة أي يعني إيه نسبة صعوبة عشان تنجح بيها لأنه أولاً الدور خلص ما فيش منافسة الزمالك يعني ما عطرتش بنسبة كبيرة على فكرة الطاقم المصري واحترم في النهاية قرار وجود طاقم مصري والآله حتى كمان ما عطرتش وممكن في النهاية لو سألت النهاية ولكن أنا عايز طاقم أجنبي ولكن على المستوى الفني لا طاقم التحكيم لم ينجح بالمباراة ليه؟ ما الأهل كسب؟ آه حتى والآله كسبان لو الأهل كسبان عشرة سفر هنقيم طاقم التحكيم تبقى للأخطاء الفنية اللي في المباراة؟ لا طاقم التحكيم ما نجحش ليه بقى؟ لأنه ما يكون عندك ضرب الجزاء ما يتحسبش ويكون عندك كرطة أحمر ما يتحسبش وعندك فاول فيه الفار لازم يتدخل وبيقى فيه كرطة أحمر ما يتحسبش لا يبقى فيه أخطاء وأخطاء فنية كبيرة كبيرة من الصغيرة ما عصرتش في النتيجة لكن على مستوى التحكيم لا فيه أخطاء مؤسرة وأخطاء قوية جدا دي ركل الجزاء كابتن محمود البنة قريب منها بصوا الزاوية بصوا محمد عبدالغاني بيشد من الفانيلا وبيعرقل برجل الشمال في الرجل اللي مين لحسين الشحات وشده من التشير بصوا شايفيني الشدة بصوا الشدة دي ما تحسبتش ضرب الجزاء طب الكابتن محمود البنة فين كان قريب منها وما حسبهاش طب الفار فين فين الفار ده فيه تلاتة قاعدين على الفار بصوا الزاوية دي كمان فيه أوضح من كده بصوا الشدة جماعة بصوا شدة الفانيلا بصوا العرقلة بصوا بقى الرجلة ما تروح تكمل في الرجل اللي جنبها أو قبل شدة الفانيلا كان فيها عرقلة بالرجل اللي جنبها ولا تحسبت وكانت فيه إمتى دي ده كان ممكن الشوت الأول يخلص بنتيجة أكبر من كده لأن الزمانية الشوت التاني جات له كورتان في العرض كان ممكن رجع في النتيجة دي أول لعبة كانت فيه لعبة تانية حسين عبد المجيد دخل في حسين الشحات فنص الملعب. هي دي دي كتعايزة كرت احمر. دي كانت عايزة كرت احمر. الفور مش موجود خالص. الفور مش موجود خالص. كابتان عبدالنجنت بعدها مش موجود. مش عقورة. فهسام عبدالنيجد مش داخل عقورة. دي كتعايزة كرت احمر وكتعايزة الفور يتدخل ويراجع اللامة مع كابتن محمود البنة. ولكن الفور ما جاش. لا احمد الغندورش هتكلم وتحرك ولا محمد الحنف انا ما اعرفش كدوره وكان ايه اساسا وكان قاعد على العنية شاشة في العربية ولا حتى الايفار الكابتن احمد حسام طه مطش الهلال السعودي انا فاكر في كاس عام الاندية واحدة تيبكا الشبه دي بالزبط كينو خد فيها قرطة احمر لما كان بيلعب مع الوداد المغربي في كاس العالم للاندية محمد كينو لعب الهلال السعودي اترد لانه دخل في لعب الوداد بنفس الشكل ده واترد طيب ونتذكر برضو في مطش اربعة سيفر كاس عام الاندية نفس اللعبة لما دخل في عمر السلية وبرضو خد كارتة احمد الهلال الطرد منه اتنين لعيبة يعني في اتنين كاس عام الاندية وربعة دي كان فيه اكتر من حال الطرد الهلال السعودي فين الفار مجاش في الهدف الاحراز احمد سيد زيزو من ضربة جزاء هي اصلا فاول بس الفار راح جاب لعبة تانية خالص قلولي بقى على اي مقياس تقم التحكيم نجح بالمباراة انا بصراحة مش قادر افهم نجح بأي شكل النتيجة اه اربعة واحد بس كانت ممكن الاخطاء دي تؤثر في النتيجة لكن المنافس ما كانش على قدر المباراة وعلى المستوى الفني فالاهل كسب بس الاخطاء دي مؤسرة والكابتن محمود البنة على فكرة من خلال متابعية السنة دي كابتن محمود البنة افضل حكم في مصر ولكن السنة دي انا شايف ترتيبه متأخر شوية ضغط المطشاط كتير بياخد مطشاط كتير اللجنة بتسند لي مباراة كتيرة مباراة كبيرة فده بييجي على الحالة الزهنية الحالة البدنية الحالة الفنية فالكابتن البنة محتاج ياخد اجازة شوية لان قثرة المباراة بتوقعه في اخطاء فنية كتير انا باحترمه جدا وحكم كبير جدا وانا بصنفه دايما من افضل حكام في مصر ولكن السنة دي لجنة الحكام من قطر المطشاط اللجنة التي تديها للبنة اثرت عليه ماتش الاهل وبراميز في السوبر كان عنده اخطاء ماتش الاهل وزمال كان عنده اخطاء واخطاء على فكرة اخطاء مؤسرة جدا ولكن المستوى الفني للاهل الكبير السنة دي هو اللي خلال الاخطاء دي مش باينة للكل ولكن من خلال متابعتنا في التريند لا تاقم التحكيم لم ينجح في ادارة هذه المباراة وانحنا بنقول ده الاهل كسبان عشان بس الناس ايه فكرة ان احنا دايما بنتكلم على التحكيم وانحنا خسرانين لا السنة دي تحكيم مليون علامة استفهام والسنة الجاية جرس انذار لو لجنة الحكام فضلت بنفس الهيكل بتاعها هتبقى في مشكلة كبيرة انا معرفش بقى كابتن توفيس سيد رئيس لجنة قائم بعمال رئيس اللجنة انا مش عارف بالزبط الدنيا ماشية ازاي ولكن في حكام بتتوقف رئيس اللجنة ما يعرفش عنهم حاجة وفي حكام بتلعب رئيس اللجنة ما يعرفش عنهم حاجة هل بريرا هو رئيس اللجنة ولا جاي بيطور انا معرفش انا بدق نقوس الخطر عشان الموسم اللي جاي في جرس انذار للتحكيم في الموسم اللي جاي الموسم ده في اهطاء تحكمية مؤثرة كبيرة جدا وبصراحة بامانة الموسم ده افضل حكمين السنة دي امين عمر ومحمد معروف بخلاف ذلك التحكيم في ازمة كبيرة جدا خلال هذا المصدر